بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة الأربع بالتأكيد بتكون حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله حلقة النهاردة يكون فيها كواليس وتفاصيل متعلقة بالأحداث الرياضية الموجودة على الساحة خلال الفترة الأخيرة والكلام على مباراة وفاق ستيفي الجزائري يوم السبت القادم بإذن الله في إيابة دور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأهلي في لقاء الزهاب وأربعة أهدافها مقابل لشيء كمان هنتكلم على الحدث الأكبر واللي بالتأكيد ده شغل الرأي العام العالمي مش هوله الرأي العام المصري ولا الرأي العام المغربي ولا الرأي العام الإفريقي الرأي العام العالمي العالم كله بيتكلم على القرار الكارثي اللي اتخذوا الاتحاد الإفريقي أول أمس بإقامة نهاية دوري أبطال إفريقيا في المغرب يوم 30 مايو الجاري من نهاية هذا الشهر. قبل ما ادخل في اي تفاصيل وقبل ما ادخل في سؤال حلقة النهاردة عايز اشكر كل السادة المشاهدين وكل المتابعين لبرنامج الترند على التفاعل الكبير على حلقة الامس اللي اتكلمنا فيها عن بعض الكواليس والتفاصيل والحمد لله يمكن الناس عشان متابعانا على مدار فترات طويلة وعرفان ان احنا بنتكلم في الملفتها تحديدا بأخبار وكواليس ومعلومات مهمة جدا فالناس بتبع عرفة ان الحقيقة والتفاصيل كلها بتبقى من خلالنا ومن خلال شاشة قناة النادي الاهلي فبتأكيد باشكر كل السادة المشاهدين والمتابعين والناس بتأكيد اللي بتتفاعل معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وتحديدا صفحة الفيسبوك وتويتر وباقي الصفحات الرسمية لقناة الاهلي لكن حالة النهاردة يكون فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا وهنلقي الدوق على نقطة غاية في الخطورة لاني بارح تكلمنا فيها وللأسف البعض حاول يخدنا ليه إطار تاني ومعلومات وقصص تانية لا هتقدم ولا هتأخر لكن النهاردة عندنا تفاصيل مهمة جدا وهنطلع بعض المعلومات اللي تم نشرها خلال الفترة الأخيرة متضربة وعكس بعض لكن احنا كنا من أول يوم كنا في 28 إبريل ان المطش هيتلعب في المغرب لكن الأشقاء في المغرب كان لهم رأيي تاني وانا هشرح ده ليه من خلال سياق حلقة النهاردة عموما نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في تحرقات النادي الأهلي ضد قرارات الكاف بشأن تنظيم المغرب لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخير هعرض كل مشاركات حضراتكم بالتأكيد رأيكم يهمنا وان شاء الله وقت الحلقة يسعفنا ان احنا نعرض كل أراء حضراتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي غضب جماهيري مستمر على الكاف وكمان اجتماع طارق لمجلس إدارة الأهلي يوم الأحد وأخيرا الفريق يخود مرانه الأول في الجزائر اتعرض مباراة اليوم النهاردة في مجموعة من المباراة المحلية والأوروبية أبدأ بلقاءات الدوري المصري في هذه اللحظات وانا معاكم في مباراة على الهواء مباشرة بين المصري وغزل المحلة وما زالت نتيجة المباراة التعادل السلبي بين كلا الفريقين الساعة ستة ونص الاتحاد السكندري بيستضيف سموحها والساعة التاسعة من مساء اليوم مصر المقصة بيستضيف بيرامدز الدور الإنجليزي ومباراة الدور الإنجليز الممتعة في الأسابيع الأخيرة الساعة 8.30 ليدزًي بيستضيف تشيلسي ساعة 9 إلى ربع لستر سيتي يستضيف نوريتش سيتي ساعة 9 إلى ربع أيضا أغ SNS يستضيف إيفرتون والساعة التاسعة والربع من مساء اليوم ويلبر هامتون بيستضيف منشستر سيتي وصراع القمة مع ليفربول بعد فوز ليفربول بالأمس وبالتالي لسه الصراع محتدم بين ليفربول والمان سيتي نهائي كأس إيطاليا وختام مباريات اليوم الساعة التاسعة من مساء اليوم قمة الكرة الإيطالية وقمة القمم في الكرة الأوروبية اليوفينتوس مع انتر ميلا دي مجموعة من المباريات الممتعة النهاردة بالتأكيد في كوكتيل ما بين المباريات المحلية والدوريات الأوروبية الدور الإنجليزي ونهائي كأس إيطاليا وختام المسلم في الكرة الإيطالية أخرج الأفاصل وبعض الأفاصل نرجع مع بعض الفقرة اللي جاية زال أنتم متعودين تريند التريند النهاردة معنا أخبار وكواليس جديدة ولسه عندنا كواليس وتفاصيل متعلقة بنهاي دوري أبطال إفريقيا وكمان هنتكلم النهاردة على آخر الاستعدادات وكل الكواليس من الجدائر عن مباراة الأهلي ووفاق استكد أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند لسه بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم توابع أحداث مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والقرار اللي صدر من الاتحاد الإفريقي بتاريخ 9 مايو بخصوص استضافة المغرب وإسناد تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى المغرب بعد انسحاب السنغال بصوا جماعة بخصوص توابع هذه الأزمة وهذا القرار محتاجين نركز بس في القضية دي تحديدا في نقاط محددة مش حابب أن احنا نتشعب بكذا فكرة وكذا موضوع والناس تخدنا في تفاصيل والله يصدقوني ما لها أي لازمة لا هتضيف ولا هتأخر وأنا مش هكون مقبر أستحمل خطأ أي حد تاني عايز يقول معلومة ممكن تطلع غلط فيجي له التصحيح من الإعلام الخارجي فيطلع هو يعتذر عن الخبر وبالتالي نمسك إحنا بقى في الجهة اللي كانت مسؤولة عن هذا الموضوع وإزاي ما قدمتش أنها تتنظم ولا ما تنظمش خلونا نتكلم بواقعية ونتكلم في صلب القضية بلاش نتشعب ونروح لتفاصيل لا هتقدم ولا هتأخر ولا ليها لازمة ليه أنا بقول كده مبارح أنا فجأت الناس كلها سيبة فكرة توقيت اتخاذ القرار من الاتحاد الإفريقي يوم تسعة خمسة بإسناد التنظيم للمغرب وعدم ذكر أن القرار صدر بالتصويت وأنهم قالوا ده انسحاب السنغال هنا في كوالس كتير زي ما قلت مبارح وبأكد عليها التفاصيل دي تخليني أشك أن فيه شبه التلاعب يبقى دي القضية اللي أنا أركز عليها دي القضية القانونية اللي أنا هتكلم عليها إيه اللي أنا هستفاده لما يجيلي خطاب من بره عشان أنا مش قادر أجيبه ولا أطلعه إن فيه خطاب يوم تسعة تشر يناير اتبعت من الاتحاد الإفريقي ولكل الاتحادات الأهلية ما الخطاب ده معنا والخطاب ده موجود معنا من أربع خمس شهور وكلنا عارفينه فكرة إن فيه ناس مش مذكرة ومش عارفة دي مشكلتها هي لكن أمس في القصة دي وأقول اتحاد الكرة ليه ما أخترش الأندية والتحاد الكرة ليه ما طلبش التنظيم هو من إمتى أي طلب تنظيم أي بطولة بيكون من اتحاد الكرة ولا من الأندية الطلب ده بيجوا أنتوا عارفين بيبقى إزاي بيبقى فيه توجه إن إحنا عايزين ننظم بطولة كذا والعالم كله ماشي كده لكن فكرة إن أنا أمسك في اتحاد الكرة وأمسك في إزاي النادي الأهلي ما فكرش إنه عايز ينظم وأصلا مش عارف إزاي محدش طلب وإزاي الجواب ده استخبى لا الجواب استخبى ولا اتحاد الكرة مقبر إنه كل سنة يطلب التنظيم ولا أي نادي من حقه أصلا إنه يفكر إنه عايز ينظم يعني هل حد عنده معلومة أو عنده خبر رسمي إن الوداد بعت للاتحاد المغربي طلب ينظم لا ده توجه من المملكة عايزة تنظر أحداث رياضية عايزة في الفترة الصيف اللي جاي يكون عندهم مثلا كل قيادات الاتحاد الافريقي وتعمل حدث رياضي في فترة الصيف هو التوجه بيبقى كده لكن أمسك في اتحاد الكرة إنه زي ما طلبش التنظيم بقى مش كل سنة هبقى تطلب تنظيم نهاية دورة أبطال إفريقيا صح ولا غلط لكن الاتحاد المغربي بيبقى تكل سنة هنا المشكلة على الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي ما ينفعش كل سنة طرف يطلب ويدينه التنظيم هو هنا بقى الفساد في اتخاذ القرار اللي احنا بنتكلم عليه شوف هيت التلاعب اللي احنا بنتكلم عليه التوقيت غصلا كمان غير مناسب ما ينفعش بعد الاتحادات الأهلية بعتت في الموعيد المقررة أجي بعد كل ده ودون اتخاذ أي قرار أجتمع بعد نهاية مباراة دور التمانية لما الكاف عرف أطراف المربع الزهبي هو هنا دي القضية اللي نتكلم فيها لكن أقول اتحاد الكرة ما بعدش ماشي اتحاد الكرة ما بعدش النادي الآلي ليه ما طلبش ماشي النادي الآلي ليه ما طلبش ها وبعدين احنا كل سنة هنوض نفكر في نفس الموضوع ونبعت ونطلب ما هو طبيعي أي اتحاد في العالم مش هيدي لنفس الدولة أو لنفس النادي كل سنة تنظيم الفاينل صح ولا غلط يبقى بالتالي بلاش نتشعب في القضية ونروح لتفاصيل ونحسب بعض هنا على كلام لا هيقدم ولا هيأخر وقلنا شايفين من مبارح ان في تحرك من جميع الجهات وزارة الشباب والرياضة واتصالات مكسفة من النادي الآلي مع كل الأطراف وفي اجتماعات بتتم والتحاد الكرة مبارح بيتحرك مع النادي الآلي كل الأمور دي كويسة جدا ما نجيش بقى حد من بره يطلع لك جواب وانت عشان هنا الجواب ده مش عندك عايز تعمل لي بروباجندة ونعمل خناءة مع بعضنا ملاش أي لازمة الخناءة الأساسية ان الاتحاد الافريقي اتخذ قراره بعد معرفة أدوار المربع الزهبي اتعرف ان الاهلي موجود وفاق ستيف بترو أتليتكو الوداد المغربي هل ده بقى الفير بلاي لأ هل ده تكافق فرص لأ بلتالي انا هنا بفكر ده في شبه التلاعب في اتخاذ القرار اللي اخبر من كده واللي خليني لازم اتمسك بهذه القضية وفي هذه النقطة لما حصل تصويت يوم 23 اربعة والخبر اتصرب لنا هنا الحمد لله كان لي الحق اللي انا اقدر اعلم من دلوقتي ان الصبق في هذا الخبر كان من خلالي يوم 28 اربعة ان انا قلت وقتها ان نيجيريا تم الاتفاق على انها اتنظم كأس الكنفدرالية والمغرب اتنظم نهائي دورة ابطال الافريقي يوم 28 اربعة محدش في المغرب كان كتب الخبر ده ولا كان يعرف عنه اي حاجة ليه لان في بعض الشخصيات اللي جوال كاف مستغربة ازاي اسم التنظيم لدولة للعام التاني على التوالي نهائي دورة ابطال افريقيا فالمعالمات التانية تتسرب لان الناس جوال كاف مستغربة ازاي يا جماعة دولة تنظم لتساني تاني على التوالي ورئيس الكاف نفسه كان مستغرب وكان معترض وكان عايز السنغال لكن عموما هروح معاكم للقرار لما طلع او التسريب المعلومة لما طلعت ان هي المغرب هتنظم والكلام ده نشرته يوم 28 ابريل وكل موسق بتاريخ الاعلام المغربي طلق الخبر ورد فعله كان ايه طبعا محدش بيتابع ومحدش واخد دياله من اللي بيحصل من 28 اربعة لغاية لما تخذ القرار يوم 9 مايو بس انا هزبط لكم دلوقتي على الشاشة اللي تم من 28 ابريل لما انا قلت ان المغرب خدت تنظيم نهائي دورة ابطال افريقيا في توقيت غير قانوني وقرار غريب جدا ومش من حقها هتنظم لكن التسويت كان ليها الاعلام المغربي كان رد فعله ايه بصوا بق يوم 28 اربعة موقع البطولة هيطورت دلوقتي على الشاشة اللقطات او سكرينشوت من المواقع المغربية اللي ردت على هذا الخبر اللي هنا في مصر كتبناه يوم 28 اربعة موقع البطولة كتب السنغال الاقرب لاستضافة نهائي دورة ابطال افريقيا واقامته في دنور في نسختين متتاليتين امر مستبعد موقع البطولة المغربي اكبر المواقع المغربية كان بيرد علينا بيقول لنا لا ده السنغال الاقرب لاستضافة واقامته في المغرب نسختين متتاليتين امر مستبعد شوفوا بقى هنا الناس بتتعامل ازاي مع المعلومة لما بتطلع انت بتنفرد بمعلومة مهمة عشان الصالح العام للرياضة المصرية وللنادي الاهلي لكن برا عارف لما انت خدت المعلومة هتبوز له كل الترتيبات فرد عليك رد عليك قالك لا 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 ازاي هنظم بطولة في نسختين متتاليتين ده السنغال هي اقرب يا سلام طيب بعدها نشرت خبر ان رئيس الاتحاد الافريقي مستاء من فكرة ان النظم الحدث سنتين وراء بعد في المغرب ففوت فوزي لاججا وفوت اجستين سنجور في المكتب التنفيذ وقال لهم اقعودوا مع بعض يكون فيه توافق لازم السنغال هي لتنظر لو اجستين سنجور اقنع فوزي لاججا يبقى المطش في السنغال هي جماعة والتفان التفان طيب موقع المنتخب المغربي موقع صحيفة المنتخب المغربية يوم 5 مايو دمكوا على الشاشة هو بالتاريخ واليوم والساعة لاججا يختار ملعب نهائي عزبة الابطال لاججا يختار ملعب نهائي عزبة الابطال اذا كان فيه تفويض وكان فوزي لاججا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والافريقي ورئيس الاتحاد المغربي اللي مقدم الملف كان بينائش اختيار الملعب نهائي عزبة الابطال اللي هو هيتلعب فيه مركب محمد الخامس شوفوا تسلسل الاحداث كان ماشي ازاي عشان تهرفوا ان القرار فيه شبه التلاعب بلاش تاخدونا لتفاصيل تانية ملاش لازمة هتخاني مع اتحاد الكورة واتحاد الكورة ازاي ما اتكلمش وازاي ما اختارش وازاي اصوص جمال علام يعمل كده سبكوا يا جماعة من التفاصيل دي خليكوا في الكارسة التانية ان القرار تلعى في وقت غير قانوني اساسا طيب يوم خمسة خمسة موقع البطولة برضو بيأكد وبيرد علينا وبيقول مصدر بالكاف لشبه رسمي رغم الترشيحات التي صبت في صالح المغرب تاني نقرأ العنوان يوم خمسة خمسة موقع البطولة المغربي بيقول ايه مصدر بالكاف السنغيال الاقرب لاستضافة نهاء دوري ابطال افريقيا بشكل رسمي رغم الترشيحات التي صبت في صالح المغرب ازا محدش يطلع يقول لي المغرب هي اللي قالت انها اتنظم لا في اللقطة دي تحديدا الاعلام المغربي ما كان شحاريس ان يعلن هذا الخبر ليه؟ لان انت هتبوز الترتيبات وهو لما تطلع تقول يوم تلاتة وعشرين اربعة تم التصويت والمغرب نظمت الناس كلها هتقول لك ازاي يحصل كده ده المفوض القرار يكون بدري عن كده فبالتالي لو ما كانش اتنشر الخبر ان المغرب بعتنظم كان ممكن بقى الكاف او الاعلام في المغرب واحنا هنا الحمد لله ناس كتيرة بتحب تاخد منبرة ما بتحبش ان هي تشتغل وتجيب معلومة فيقول لك ايه هو بقى يجيلك الخبر منبرة كده المكتب التنفيذ انعاقت في اول ابريل وقرر بعد التصويت لو ايا كان الصيغة لا يكتبوها المغرب هتنظم فانت بالتالي ما عندكش معلومة فخلاص مش حاجز اقولها بالمعنى البلدي واكيد هيترد علينا النهاردة في المغرب على فكرة الناس ينجب تبعينا وعرفة ايه اللي بيتقال كويس من عندنا وهيكون في ردة اللي احنا بنقول لكن انا ذكرت كل حاجة بالتواريخ وبالصور زي ما انتم شايفين فبالتالي احنا قلنا 28 ابريل المغرب هتنظم وقلنا ده بناء على اجتماع تم يوم 23 ابريل وده توقيت غير قانوني بعد معرفة اطراف المربع الزهبي وترد علينا من الاعلام المغربي لا ده سنغال هتنظم معقولة المغرب تنظم بطلتين في سنتين ورا بعض مش معقولة يعني طيب ايه اللي حصل خلاص الموقف بقى واضح وبقت القصة واضحة لكل الناس فأصبح الكلام لازم يتقال اصل السنغال انسحبت وهيطلع يقولك تصويت مش مبلوعة ليه التوقيت اللي تم فيه التصويت غلط لا السنغال انسحبت فما فيش غير المغرب المغرب هتنظم ممكن تركزه في القضية دي كده في الحتة دي بس محدش يخدنا لسكة اتحاد الكورة والبعض يقولك ازاي وليس العطار ما يقولش وازاي اتحاد الكورة ما ينظمش خلالنا نركز في القضية الاساسية هي دي المشكلة انا حبيت النهاردة اكشف لكم كل شيء بالتواريخ وبالموعيد عشان الناس في مصر تبعى عارفة المشكلة جاية منين وجاية فين هما في المغرب ما كانوش حابين يقولوا ان المغرب هتنظم وينفردوا بالخبر لكن الحمد لله المعلومة جت لنا وانفرضنا بيها وده الرد اللي جانا منبرة ده الرد اللي جانا منبرة وكان بيأكدوا اكتر من مرة ان السنغالة هتنظم في اطار مرحلة التنويم المغناطيسي لانهم عارفين لما يكتبوا كده هناك هنا الاعلام هيشتغل ووراهم يقول السنغالة هتنظم ومنفعل على فكرة حصل كده والسوشيال ميزا كلها تحركت بناء على الكتب بره وكل كان بيقول السنغال وانا من وقتها لم اسكر السنغال اطلاقا لانه كنت واثق ان المغرب هتنظم لان التصويت اللي تم كان في توقيت غير قانوني وكل القرارات اللي تم اتخاذها كانت غير قانونية واكبر دليل على كده البيان اللي صدر يوم تسعى خمسة لما قالك السنغال انسحبت المغرب اللي هتنظم وما كانش فيه ملفات تانية والغاية للحظة دي ما تردش علينا جنوب افريقيا اعلنت يوم 11 مارس ان هي طلبة تنظيم وما تقلش الغاية للحظة دي هي جنوب افريقيا ملفهاك استكمل ولا لأ انسحبت ولا لأ قدمت ولا لأ محدش رد علينا لان الامور كلها على بعضها فيها شبه التلاعب زي ما بأكد لكم ده صلب الموضوع ودي القضية وبلشنا تفرى في تفاصيل تانية طيب الاهلي كمان اتحرك والاهلي مش مستني اي خبر يجي مبارا للاهلي عارف الكواليس وعارف اللي بيدور انبارح الكابت المحمود الخطيب بدع مجلس ادارة النادي وشركة الاهلي لكرة القدم للاجتماع الطارق يوم الحد اللي جاي الصبح ان شاء الله لم تبعت الاهلي قرار الاتحاد الافريقي الخاص باقامة المباراة النهائية جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء فرق الاربعة من مباراة المربع الزابل هتتلاعب يومي الجمعة والسبت يوم الجمعة الودادية الصديف بيترو اتليكو يوم السبت الاهلي هيلعب معه فاق ستيف في الجزائر وفي ذات الوقت الكابتن الخطيب كلف الشؤون القانونية في النادي بدراسة الملف كاملا شاملا لوائح الفيفا والكاف وتأديم تقرير لمجلس الادارة في اجتماع يوم الحد الصبح تمهيدا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية كمان تم اقرار التصعيد هذه الازمة وازمة ملعب النهائي الى المحكمة الرياضية الدولية جما جاء في هذا البيان او هذا الخبر من على الموقع الرسمي للنادي الاهلي بالامس طيب ايه الجديد النهاردة؟ الجديد النهاردة ان الاتحاد الافريقي اعلن استناد التنظيم نهائي كأس الكنفدرالية الى نيجيريا تمام؟ اعلن استناد تنظيم نهائي كأس الكنفدرالية الى نيجيريا مبارح لما سألنا المكتب التنفيذي طب الكنفدرالية محد تذكرها ليه؟ ألا قصد نيجيريا انسحبت ليه نيجيريا انسحبت؟ اما جو بينك بلغنا ان هو انسحب ومش هينظم النهاردة فوجينا ولما نشرنا الخبر اترد علينا بسرعة من الاتحاد الافريقي لا نيجيريا هتنظم الكنفدرالية طب امتى؟ يوم عشرين خمسة معقولة؟ يعني انت هتنظم مباراة بعد عشر تيام ومباراة تانية بعد عشرين يوم تعلن ايه قبل ايه؟ ما هي نيجيريا هتنظم الامور تمام تعلن لدور الابطال يوم تسعة خمسة عشان مطش يوم تلاتين والمطش اللي هتلاقي بيوم عشرين تعلنه النهاردة يوم حداشر خمسة اوه يا جماعة وانتوا زمن الوقت عندكم محسوب ازاي؟ طب نبص على الخبر واللي نزل النهاردة على الموقع الرسم الاتحاد الافريقي بيقول ازاي تم اصناد التنظيم لنيجيريا يمكن يكون عندنا معلومة ممكن نستفيد بيها اعلن الاتحاد الافريقي ان ملعب جوتسو الاباكيو الدولي في مدينة ايو بنيجيريا سيستضيف نهاية كأس الكنفدرالية يوم الجمعة عشرين اتنين وعشرين عشرين مايو عشرين اتنين وعشرين وسيؤكد الاتحاد الافريقي كاف موعد انطلاق المباراة في الوقت المناسب اللي هو التوقيت الساعة تتلعب الساعة ستة تسعة بالليل ده هيعلن في الفترة القادم هذه هي المباراة النهائية الاولى لكأس الكنفدرالية العابرة للقارات بيستمت صدافتها في مدينة ايو عاصمة ولاية اكوا ايب اوم موتن فريق الدوري النيجيري وقال بقى تفاصيل الملعب وان السنة فاتت مدينة تاكوتونو في بنينة صدافة نفس الحدث لقالك هو مين قدم مع نيجيريا ولقالك تم التصويت لنيجيريا ولقالك اصلا القرار ده تم ازاي لا هي نيجيريا هتنظم ايوة يا سيدي ازاي مين كان داخل معها ما قالش طب ده تصويت ما قالش هو انتو مش كنت قلتو ان نيجيريا الملعب بتاعها ماينفعش يا صديف دور الابطال لسه ارضية الملعب مش جاهزة والاجواء وعايزين الساعة الكاملة هي الساعة الكاملة نيجيريا لفريقتين مافهمش فريق نيجيري هنا تنفع وهناك ما تنفعش عارفين انتو فاكرة نظام كده ينفع مش عارفوا علالك ازاي والله شر البلية ما يضحك شر البلية ما يضحك بس اعتقد اعلان الكافي النهاردة ان المطش في نيجيريا المطش في نيجيريا واضح جدا الهاشتاج عامل دور كبير جدا في وسائل اعلام العالمية ودور الجمهور كبير جدا ومؤثر جدا لدرجة ان الاتحاد الافريقي بيتخبط في كل قراراته لسه متواصلين في الحديث عن هذه القضية وزا ما قلتلكوا دايما عندنا جديد والنهاردة كشفنا تفاصيل مهمة جدا اتمنى كلنا نركز عليها الفترة الجاية لان القضية قضية عادلة لصالح الرياضة الافريقية والقرى الافريقية ولصالح النادي الاهلي والاندية الافريقية جميعها اللي موجودة في دوري ابطال افريقي اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على مباراة وفاق ستيف يوم السبت الجاي في اياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقي اهلا بحضراتكم من جديد واستمرار بالتأكيد في الحديث عننا مباراة الاهلي ووفاق ستيف الجزائري في اياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقي صحيح الاهلي فاصل في لقاء الزهاب على ملعب الاهلي والسلام 4-0 لكن طبعا كل شي وارد في القرى لازم نركز لازم نستعد لازم كامل تركزنا في لقاء العودة وده مش كلامي ده بالعكس يمكن الكابتن محمود الخطيب بالامس رئيس النادي القالي كان فيه جلسة مع اللاعبين قبل السفر والتحرك الى الجزائر واكتمع باللعبة وقال لهم في فترة كده لازم تركز فيها لازم تستعد للمطش بشكل جدي انت رايحك ان النتيجة 0-0 حتى كل المشاكل اللي حولينا بخصوص ملعب النهائي ما تركزوش فيها ركزوا في الملعب اما الشغل التاني ده دورنا احنا مش دوركم انتو فبالتالي يا رب ان شاء الله يكون كل الكلام ده واصل للفرق عموما البعثة وصلت مبارح والنهارده اول تدريب وفيه تفاصيل بقى مهمة لازم نطير الى الجزائر عشان نعرفها من خلال زمننا كريم احمد موفة قناة الاهلي اللي موجود في الجزائر منذ الامس مع البعثة وعنده كل التفاصيل وهنتطمم من خلاله على بعثة فريق النادي الاهلي طيب كريم برحب بيك على شاشة قناة الاهلي اولا الحمد لله على السلامة الحمد لله يمكن فيه ابتسامة على وجهك ودي ممكن تدينا يعني طمأنينة كده وفيه تفاؤل والحالة جو الفرق ان شاء الله تكون كويسة قلنا بقى كل التفاصيل عندك من مبارح والنهارده وايه الاخبار في الجزائر والاستيبال كمان من الاشقاء في الجزائر مرحب بيك طبعا في البداية زميل العزيز محمد سعيد كل التحليق وكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم يعني نقدر نقول السقة موجودة لكن فيه حظر والابتسامة موجودة لكن فيه حظر كبير جدا وكل الاحترام الحقيقة ليه فريق وفاق ستيف وده اللي عودنا عليه للنادي الاهلي مهما كانت المبارات الزهاب ونتيجتها والتوفيق كمان اللي كان مع لعيب النادي الاهلي لكن تعرفها محمد طبعا كرة القدم فيها متغيرات كثيرة جدا لكن السقة اللي احنا بنقول عليها بنشوفها من وجوه اللعيبة بنشوفها من حديث طبعا الكابتن محمود الخطيب وخيمته الكبيرة مع فريق النادي الاهلي بدئين مباراة جديدة بدئين تسعين دقيقة جديدة جدا بدايتها هي صفر صفر المباراة فيمكن ده امر مهم جدا حابين طبعا نطمن بيه كل جمهورنا العظيم لعيب النادي الاهلي عارفا ان بطولة الحداشر صعبة جدا اصعب من العشرة واصعب من التسعف عشان كده محتاجة كل الجهد ومحتاجة الانكار الزهاد الكبير والمجهود اللي بيبزن من مجلس إدارة النادي الاهلي اللعبين الجهاز الفني في رب ان شاء الله المجود يكلل بالنجاح في تسعين دياب نأملها ان شاء الله تكون خطوة مهمة جدا فيها المباراة النهائية بشكل عام طبعا محمد نطمن على فريق النادي الاهلي والبعثة وصلنا طبعا هنا في الجزار مع شقائنا طبعا اللي بالتأكيد اللي كانوا موجودين طبعا بعض المنهم طبعا بعض الصحفيين والاعلمين اللي كانوا متواجدين في استقبال النادي الاهلي النادي الاهلي قيمته كبيرة جدا محمد انت عارف طبعا وكنت متواجد كثيرا جدا في البطولات الافريقية وعارف يعني ايه قيمة النادي الاهلي في الدول العربية الشمال الافريقية كل الامور الحمد لله طيبة جدا كان في استقبالنا طبعا السفير المصري مختار وريدة طبعا سفير مصر هنا في الجزار مع البعثة بيئة الكامل وايضا كمان طاقم السفارة كل الامور عادت على خير من مطار الجزار رحلة استغرقت اربع ساعات وصلنا الى فندو الاقامة ترتيبات الخاصة المعتادة طبعا من الكابتن سان عبد الحفيز والكابتن سامير عدلي بالتدريبات والتحركات والترتيبات الخاصة طبعا لليوم الاول النهاردة هو نقدر نقول بقى اليوم الاول والاستعداد الفعلي لفريق النادي الاهلي يوم بدأ كالعادة طبعا بفطار صباح عشر صباحا ثم واجبت غداء اثنين دهرا كل التوقيتات محمد طبعا بنقولها بتوقيت الجزائر على ان تكون طبعا المحاضرة الفنية الاولى لبيتسو مسماني مع فريق النادي الاهلي هنا في فندو الاقامة في السبع الا ربع وتتوجه مباشرة فريق النادي الاهلي ولعبي النادي الاهلي الى ملعب خمسة جوالية بس هنقدر نقول الملعب الفرعي طبعا اللي يكون النهاردة لي اول تدريب لفريق النادي الاهلي على الملعب الفرعي باستاد خمسة جوالية اللي هستقبل مباراة الاهلي وفاق اصطيف امور محمد الحمد لله طيبة حتى هذه اللحظة طبعا بوجود رئيس البعثة الوزير طبعا العمري فارولي بيوفر كل الأمور بصحبة طبعا دكتور محمد شاوئي الكابتن حسام غالي مع حفظ الأقاض طبعا الشيطة طريق أنديل لكل طبعا متواجد بشكل كبير الكل بيحاول يوفر المناخل طيب كعاته طبعا لفريق النادي الآلي على أن يكون اللعبين تركزهم فقط لغير في هدية المباراة ويا رب محمد إن شاء الله كل الأمور تكون وفقة لفريق النادي الآلي في 90 ديئة أو في مباراة هتكون صعبة لكن إن شاء الله لعبتنا أداء بإذن الله هل في جالية مصرية استقبلت البعثة في المطار هل في تنصيق تم مع السفارة المصرية بخصوص كمان يعني تحركات الفريق خلال الأيام القادمة كمان عايز أتطمن منك على حالة السلية وعبد المنعم وآخر أخبارهم يا كريم في البداية طبعا يعني الجالية المصرية والعدد اللي كان متواجد الحقيقة كان اليوم تأثير كبير جدا على اللعيبة شوفنا طبعا من خلال مشاهداته من خلال طبعا ما ترى ليزعى على شاشتنا شاشة قناة النادي الآلي يمكن بعض من الجماهير قبلت رأس مصماني طلبته بالبطولة اللعيبة ندت عليهم كل الجالية اللي كانت متواجد الحقيقة جدا كانت مهتمة أن هي تحيي لعبة النادي الآلي والطالبهم بيئة البطولة اللي معروف زي ما بقولك محمد طبعا جمهور النادي الآلي في كل مكان مهما كان قلة العدد مهما كان عدد الجمهور لكن جمور النادي الآلي بيعطول بيحافظ أن هو يستقبل اللعيبة يمشي وراهم يشوف فندو اللقا ويحاول أن هو يلتقط بعض الصورة تسكريم على عدة النادي الآلي وده أمر مهم جدا بيزود الدوافع وبيزود الرغبة بشكل كبير للاعيبة النادي الآلي كمان محمد عايزة أكلمك على الطقس يمكن تعرف طبعا درجة الحرارة في مصر ممكن درجة الحرارة مرتفعة شوية لكن في توقيت المباراة وهو طبعا التساعة مساء نكون بتوقيت القائرة التمينة مساء بتوقيت الجزائر درجة الحرارة ممكن تصل إلى 10-11 درجة فيمكن ده أمر طيب جدا في كرة القدم نقدر نشوف جاري كتير ما يبقاش فيه رتوبة ما يبقاش فيه درجة حرارة عالية فده يمكن أمر يساعد بشكل كبير جدا النادي الآلي على هذا الأمر الترتيبات محمد طبعا الخاصة بيه السفارة وتنقلات طبعا اللاعبين أيضا كمان حضور الجمهور كل الترتيبات دي بتتم على قدم النصاق لجمهور النادي الآلي واللعبين وأيضا كمان بعتة النادي الآلي الأمور طيبة لكن نقدر نحكم بعد كده محمد غدا وبعد غدا نتعرف طبعا نهارده أول يوم لفريق النادي الآلي لكن منتظرين إن شاء الله مع توالي الأيام حتى يوم المباراة نشوف الاستعاد ماشي إزاي نشوف التنسيق ماشي إزاي ده اللي بنأكد ألي في كل مرة وأيضا كمان يوم المباراة يوم المباراة مهم جدا للعب النادي الآلي والبعتة بالكامل التحركنا لتأمين الأمور الخاصة به تنقلنا إلى ملعب مباراة دخولي الجمهور الخاص بالنادي الآلي على الجانب الآخر كمان جمهور وفاق ستيفة يارب إن شاء الله يارب بنأمل كل توفيق للنادي الآلي في هذه المباراة محمد النقطة التي نتأكدت عليها طبعا وهي السلية حمدي فاتحي من عم آه دول عم طبعا نطمم بهم الجمهور السلية يعني حتى الآن لم يتم حسم الأمر الدفع به في تدريبات الجماعية من عدم ولكن إن شاء الله نتابع معك خلال الأيام القادمة من عم جاهز بكل قوة إن شاء الله لأذه المباراة حمدي فاتحي بكل قوة إن شاء الله جاهز لأذه المباراة كل التضحيات موجودة كل إنقار الزت موجود ينخسنا توفيق إن شاء الله محمد في المباراة السبавай بإذن الله كل التوفيق كريم ولباسة قناة الآلي والنادي الآلي بإذن الله نرجع بنتيجة إيجابية وتأكيد الصدارة والتآهل بإذن الله لنهاية دور أبطال إفريقيا وأرقام قياسية النادي الآلي بيضربها في هذه البطلات الإفريقية. الأهل لا يكسر أرقام أي فريق آخر. الأهل بينافس نفسه. الأهل بيكسر أرقامه القياسية. ربنا يقدرنا إن شاء الله نعمل نتيجة إيجابية وكل شيء وارد في الكورة. لازم تركيزنا كبير يكون في مباراة العودة والجمهور رسالة لي. يا جماعة برضو عندنا مباراة مهمة جدا. لسه يوم السبت اللي جاي. لازم رسائل معنوية والرسائل إيجابية للعيبة. عشان كامل التركيز فيه لقاء ستيف. اللي عليه شكرا جزيلا. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع فقر التريند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا. كتبت عن الأهل إيه خلال الساعات الأخيرة. أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي. ونتناول مع بعض صفحات السوشيال ميديا. كتبت إيه وقالت إيه عن الأحداث خلال الساعات الأخيرة. نبدأ مع بعض من حساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر. نشر طلب وحيد من موسماني قبل بدء تدريبات الأهلي في الجزائر. طيب. هما بيتكلموا على أن بيتس موسماني أكيد عنده مجموعة من الأمور. محتاج يشوفها خلال وجوده في الجزائر. هل أمور فنية؟ هل أمور إدارية؟ أمور لوجستية؟ لا. الراجل بيتكلم بس على فرض حالة من السرية الشديدة على تدريبات الفريب في المغرب. قبل مباراة الإياب أمام وفاقستيه في يوم السبت القادم في إياب الدور نصف النهائي. طبيعي يكون فيه يعني سرية في مسألة التدريبات بس خلاص الفرقة كلها أصبحت كتاب مفتوح يعني كل فريق عارف الفريق الثاني وأبرز لعبيه. ودلوقتي في حاجة اسمها سكاوتنج وتحليل بيانات وأرقام اللاعبين فكل شيء أصبح مكشوف ومعروف يعني لسه أكيد يعني موسماني والجهاز الإداري عامل كل الترتيبات بخصوص هذه المباراة وإن شاء الله الفريق يكون موفق في العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية طيب حساب اليوم السابع بيتكلم على جلسات تحفيزية من كبار الأهل في الجزائر لمواجهة غدر الكورة. صراحة الصفحة الرسمية لليوم السابع على فيسبوك عاملة عنوان جميل وكويس بيتكلم على غدر الكورة عارفين الكورة دايما بتحصل فيها مواقف سخيفة وممكن تبقى كسبان يعني لقدر الله لقدر الله. شفنا حتى ده في أوروبا كتير يعني. فرقة ممكن تبقى كسبان أربعة وخمسة وتلاقي ريمونتاد أو قامباك بنتيجة غير متوقعة. آخرهم كانت مثلا مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي لكن عنوان مهم جدا وأبرز حاجة فيه فكرة الجلسات التحفيزية من كبار الأهل موجود وليد سليمان مع الفريق في الجزائر موجود محمد الشناوي عدد من اللاعب ان شاء الله الفريق يكون يعني جاهز وأتم الاستعداد لمواجهة وفاق ستيف طيب حساب يلا كورة فيه تصريح مهم جدا لداركو نوفيتش ومدرب فريق وفاق ستيف بيكلم فيه بيقول يعني من خلال حساب يلا كورة على تويتر كنا مستعدين لمواجهة الأهل لكن الأخطاء الفردية في جماعة الخطوط أسرت علينا لعبونا عانوا من ضغط كبير أمام فريق كبير لكننا لن نستسلم ونسعى للفوز في الاياب بأي نتيجة والنهود سريعا كلمات تحفيزية وأكيد ما عندوش حاجة يقدر يقولها اللاعبته غير الكلام ده لكن ان شاء الله لعبت الأهل هتكون في الموعد يوم السبت في ملعب خمسة جولية حساب دوري أبطال إفريقيا على تويتر بيتكلم على ان النادي الأهلي وصل للنهائي موسم 2019-2020 وفاز فيه على الزمالك 2020-2021 نهائي وفاز على كايزر تشيفزي في مركب محمد الخامس 2021-2022 النهائي وفي انتظار الترفي المباراة والنتيجة الأهلي شارك بآخر نهايين للدوري أبطال إفريقيا وفي طريقه للنهائي الثالث المرد الأحمر بيقترب من كتابة التاريخ ودايما كل ما تبص في كتابة التاريخ هتلاقي النادي الأهلي بيفتح صفحات جديدة لهذا الكتاب اللي لولا النادي الأهلي الكتاب ده كان مقفول من زمان مش هتلاقي أي صفحة مكتوب فيها أي تاريخ لأن النادي الأهلي تاريخ وعريق وكبير في البطولات الإفريقية يكفي إنك بتوصل سيمي فاينال وبتوصل فاينال بأرقام بعيدة تماماً أقرب المنافسين 14 أو 18 سيمي فاينال بتوصل نهائي آخر مثلاً 6 سنين بتوصل نهائي 5 مرات أو 4 مرات من 2001 لغاية 2022 يعني على مدار 20 سنة أو 21 سنة بتفوصل بدورة أبطال إفريقيا 8 مرات من أصل 10 مرات كلها أرقام محدش يقدر يحققها سواء دلوقتي أو حتى خلال الفترة القليلة القادمة سبورت 362 مصرية بتكلم على علي معلول زهير أيصر لا هو هداف وصنع ألعاب أرقام مميزة للدولة التونسية علي معلول محلياً وقرياً مع الأهلي لعب مع الأهلي 132 مباراة محلية و64 مباراة إفريقية سجل مع الأهلي محلية 23 هدف وسجل مع الأهلي في المباراة الإفريقية 12 هدف صنع مع الأهلي في المباراة المحلية 40 هدف أسست وصنع مع الكرة الإفريقية أو صنع في المباراة الإفريقية 16 هدف لذلك هو ليس ظهير أيصر ده هداف وصنع ألعاب ربنا يحميك يا معلول أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وآخر فقرة معنا في برنامج الترند أهلاً بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند نروح بسرعة عليه الترند المحلي ونشوف الأخبار المحلية إيه الجديد فيها الحج عامر حسين من خلال حساب كورا بلاس على تويتر تصرحات مهمة ليبي يقول أن أي مدير فني سيرحل عن فريقه لا يمكن أن ينتقل لأي فريق في الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري وبالتالي لا يحق لأي نادي التعاقد مع مدير فني خارج 18 نادي في الدوري الممتاز يعني لو شغل في فرقة ومشي ما ينفعش يشتغل في فرقة تانية لكن أي حد من براءة 18 نادي ممكن يتعاقد مع أي نادي خارجه متأخر وقدت أتمنى نستمر على القرار ده اللي كان تم إقراره من اللجنة الخماسية قبل سنة أو سنتين في الفترة السابقة طيب نروح لمشاركات الجماهير على السؤال التي طرحناه في بداية الحلقة عايز أعرف رأي حضرتكم في تحرقات الأهل ضد الكاف بخصوص قرار ملعب نهائي دوري أبطال إفرقيا أستاذ أحمد أمين بيقول تحرك كسليم من النادي الأهل ورئيسه الكابتن محمود الخطيب ويجب أن لا يستسلم الأهل أمام قرار الكاف وحتى لو المباراة لعبت في المغرب إحنا واسقين في لعبتنا وفي الجهاز الفني وبإذن الله أفريقيا للأهلي النادي الأهلي أدها ويدود إن شاء الله أكيد ما فيش أي استسلام لهذا القرار وهنتحرك فيه كافة الاتجاهات أستاذ ياسر بيقول لتحركات ممتازة الإدارة بتعمل دورها الصح الجمهور بيعمل دوره تمام واسق في اللعيبة يعملوا اللي عليهم والحضاشر أهلوية إن شاء الله آخر رأي معايا أستاذ عمر الباشا بيقول الأهلي يقدر يفوز على أي حد إن شاء الله ولازم نثبت للدنيا كلها إن الأهلي ولعبته وجماهيره قد التحدي وإن شاء الله النص من عند ربنا والله يا أستاذ عمر بشكرك على رسالتك والحافظ المعنوي اللي أنت بتقوله والأهلي أدها والأهلي دائما موجود في أي حدث جاهز للفوز بالبطولة ودائما وأبدا للأهلي بمن حضر وزي ما فوزنا بدورة أبطال إفريقيا في ملعب رادس عام 2006 على الصفاقسي بحضور 60 ألف وفوزنا على القطن الكاميروني في 2008 في الكاميرون في جروة وفي وجود رئيس الاتحاد الإفريقي وقتها عيسى حياته بحضور 40 ألف وزي ما فوزنا في 2012 على الترجي في رادس بحضور كل القيادات الاتحاد الإفريقي في 2012 وكسبنا البطولة في رادس على الترجي كتير يعني الأهلي دائما وأبدا كل بطولاته بيفوز بها خارج مصر ممكن الأرقام القياسة كلها بره مصر ونفس الكلام 21 وعشرين على كايزري تشيفز في المغرب والوداد رايح جاي في السيمي فاينال قبل كده أرقام كتيرة جدا ممكن أقولها لكن مهم جدا كنت أذكر ده في اختام حلقة النهاردة واختام الأسبوع بالنسبة لبرنامج التريند بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء